والأعمال الدرامية بشكل عام حضرتك أفلام الأبيض والأسود لا أمل من مشاهدتها لدي مكتبة كبيرة يعني خصوصا أفلام الأبيض والأسود عمالق فنانين في ذاك الوقت والفن الهادف رسائل هادفة مثل الأعمال طبعا طبعا يعني أنا لا أقول لا أشاهد يعني لا أبخص حق الانتاج الحالي ولكن لازم نحتفظ في ذاكرة التاريخ أو الفن القديم بالإضافة إلى الفنانين والمطربين المصريين العظماء السيدة مكلثوم أستاذ عبدالوهاب أستاذ عبدالحليم كان مين المفضل عند حضرتك سيادة السفير تستمع له من أم كلثوم؟ بالذات وكارم محمود حضرتك متضوق للفن من من خصوصا الطربي ومكلثوم بالذات هو عبدالوهاب وطبعا حتى يعني عبدالحليم يعني شكل ثورة خصوصا في جيلنا يعني إحنا لما بدينا نطلعه كان عبدالحليم هو مطرب الجيل يعني وين يعني نتمنى السيارة الصغيرة هذه وهو وأحباد رمزي وعب السلام لنا بخلسي كان بيؤثر في الوجدين طبعا طبعا ولكن إذا قلنا المطربة المفضلة هي أم كلثوم أم كلثوم أم كلثوم وقولا واحدا قولا واحدا مصر اشتركوا في القناة